حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعدي عن مرتا بن كعب أو كعبي بن مرة السلمي قال شعبة قال قد حدثني به منصور وذكر ثلاثة بينه وبين مرتا بن كعب ثم قال بعد عن منصور عن سالمين عن مرة أو عن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر ثم قال الصلاة مقبولة حتى تصلي الصبح ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس وتكون قيد رمح أو رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي العصر ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس وإذا توضأ العبد فغسل يديه خرت خطاياه خطاياه من بين يديه فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه وإذا غسل ذرعيه خرت خطاياه من رجليه قال شعبط ولم يذكر مسح الرأس وأيما رجل أعتقى رجلا مسلما كان فككه من النار يجزى بكل عضو من أعضائه وأيما رجل مسلمين أعتقى امرأتين مسلمتين كانت فككه من النار يجزى بكل عضوين من أعضائه ما عضوا من أعضائه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فككها من النار يجزى بكل عضو من أعضائها حسن إسماعيل بن إبراهيم حدثن أيوب عن أبي قلبة قال لما قتل عثمان رضي الله عنه قام خطباء بإيلياء فقاما من آخرهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرة بن كعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة وأحسبه قال فقربها شك إسماعيل فمر رجل متقنع فقال هذا وأصحابه يومئذ على الحق فانطلقت فأخذت بمنكبه وأقبلت بوجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال نعم قال فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمر بن مرة عن سالم بن أبي الجعدي عن شرحبيل بن السمت قال قال رجل لكعبي بن مرة أو مرتابن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله أبوك واحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أعتقى رجلا مسلما كان فككه من النار يجزى بكل عظمين من عظامه عظما من عظامه وايما رجل مسلمين اعتقى امرأتين مسلمتين كانت فككه من النار يجزى بكل عظمين من عظامه ما عظما من عظامه وايما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فككها من النار تجزى بكل عظمين من عظامها عظما من عظامها قال ودعى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر قال فأتيته فقلت فقلت يا رسول الله إن الله عز وجل قد نصرك وأعطاك واستجاب لك وإن قومك قد هلكوا وفدعوا لهم فأعرض عنه قال فقلت له يا رسول الله إن الله عز وجل قد نصرك وأعطاك واستجاب لك وإن قومك قد هلكوا وفدعوا لهم قال اللهم أسقن غيثا مغيثا مريعا طبقا غدقا غير رائث نافعا غير ضار فما كانت إلا جمعة أو نحوها حتى مطلوا قال شعبة في الدعاء كلمة سمعتها من حبيبي ابن أبي ثابت عن سالمين في الاستسقاء وفي حديث حبيب أو عمر وعن سالمين قال جئتك من عند قومين ما يخطر لهم فحل ولا يتزود لهم راع حان أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عمري ابن مرة عن سالمي ابن أبي الجعدي عن شرحبي لابن السمت قال قال لكعبي ابن مرة يا كعب ابن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارموا أهل صنع من بلغ العدو بسهمين رفعه الله به درجة قال فقال عبد الرحمن بن أبي النحامي يا رسول الله وما الدرجة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنها ليست بعطابة أمك ولكنها بين الدرجتين مئة عامين قل يا كعب ابن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول من اعتقى امرأة مسلما كان فككهو من النار يجزى بكل عظم منه عظما منه ومن اعتقى امرأتين مسلمتين كانتا فككهو من النار يجزى بكل عظمين منهما عظما منه ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة قال يا كعب بن مر تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بي سهمين في سبيل الله عز وجل كان كمن اعتقى رقبة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه رجل فقال استصق لها لمضرق قال فقال انك لا جريء لمضرق قال يا رسول الله استنصرت لها عز وجل فنصرك ودعوت لها عز وجل فاجابك قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول اللهم اصقنا غيثا مغيثا مريعا مريعا طبقا غدقا عجلا غير رائث نافعا غير ضار قال فاحيوا وقال فما لبثوا ان اتوه فشكوا اليه كثرة المطر فقالوا قد تهدمت البيوت قال فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية عن سليم بن عامر عن جبير بن نوفير قال كنا معسكرين مع معاوية بعد قتل عثمان رضي الله عنه فقام كعب بن مرة البهزي فقال لو لا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت هذا المقام فلما سمع بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس الناس فقال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ مر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عليه مرجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرجنا فتنة من تحت قدمي اوي من بين رجلي هذا هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى قال فقام ابن حوالة الازدي الازدي من عندي المنبر فقال انك لا صاحب هذا قال نعم قال والله اني لحاضر ذلك المجلس ولو علمت ان لي في الجيش مصدقا كنت اول من تكلم به حانى محمد بن بكر يعني البرسانية اخبرنا وهيب بن خالد حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن ابي الاشعث قال قامت خطباء بايليا في امارة معاوية رضي الله تعالى عنه فتكلموا وكان اخرا من تكلم مرة ابن كعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتنة فقربها فامر رجل مقنع فقال هذا يومئذ وأصحابه على الحق والهدى فقلت هذا يا رسول الله واقبلت بوجهه اليه فقال هذا فاذا هو عثمان رضي الله عنه موسيقى 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 شكرا